السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام والأحبة اليوم الأربعاء الواحد والعشرين من شرين الأول الفين وخمستعش واليوم يصادف السابع من محرم 1437 هجري بعض الأخوة طلبوا مني تعليقاً عن موضوع تحويل الإقامة للاجئين السوري من الدائمة إلى المؤقتة أول ما أحب أن أقول لكم أيها الأحبة يا آبائي وأمهاتي يا إخوتي وأخواتي يا أبنائي ويا بناتي لا تهنوا ولا تحزنوا هجرتم دون رغبة منكم أغلبكم هاجر من أجل الحصول على حياة كريمة يتوفر فيها أبسط مقومات العيش الكريم وكثير منكم هرب يعني بدمه وأولاده من الموت وخاض خاض البحر بكل مخاطره ليصل إلى هذه البلاد الذي ركب البحر بأمواجه وهو يعلم أنه في أي لحظة قد يغرق ويموت هذا يجب أن لا يخاف بعد ذلك أبداً إن جاه الله سبحانه وتعالى وخاض غمار البحر حتى وصل إلى أوروبا أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أنت أخي عملت اللي عليك وأنت يا أختي عملت اللي عليك سأكل باقي إلى الله لا تخافوا لا تخافوا من أي شيء هذا التغيير إذا صار يوم من الأيام وغيروا هذه الإقامة لإقامة مؤقتة ما هيأثر عليكم شيء بإذن الله تعالى ليش؟ لحقلكم ليش؟ أول الشيء لأنه سويد بحاجة بحاجة يا ناس والله سويد بحاجة لبشر لأنه بعد كم سنة لحيصير بين بين كل ثلاث أشخاص بالسويد واحد عمره فوق 80 سنة مين بده يعتني فيهم هدلو؟ مين بده يدير باله عليه هون؟ هاي شعوب بحاجة لدم جديد إن شاء الله ما فكرين هني يعني خلوا اللاجئين يدخلوا لهون هذا يعني بدون تفكير لا صحيح الجناس كتير بس هذا لا يعني أنه البلد هاي مو بحاجة البلد هاي بحاجة وبحاجة لأطفال وبحاجة لشباب بحاجة لدم جديد بحاجة لجينات جديدة فيا أخوتي يا أحبتي الذي يريد أن أقوله لكم أنه مهما صار لو صارت إقامة مؤقتة لو صارت ما حيخرجوكم من هاي البلد أي واحد منكم لح أولاده حيتعلم بالسويدي ويصيروا بمدارس السويدية وهو حيتأقلم على الجولة حيقوله وطلع من هون بعمر ما ساوها ما هيطلعوكم لح تبقوا هون حتى لو حولوها فلا تخافوا استمروا في العمل توكلوا على الله اتركوا هذا الأمر إلى الله واستمروا أنتم في تعلم اللغة وكونوا أعضاء ناجحين ومنتجين في هذا المجتمع لن يتخلوا عنكم ولا بأي شكل فلا تخافوا أنا أطمن قلوبكم لا تخافوا أبدا لا تخافوا توكلوا على الله اعملوا ما تستطيعون لكن كونوا منتجين لا تكونوا سلبيين تعلموا اللغة وكونوا ناس بتشتغل وارجئوا لكم شاطرين وما تخافوا بعد هيك أي شيء كله على الله يزاكم الله خيرا سامحونا شكرا